أهلا بكم الناس لكم رسالة مؤثرة دارة برشة على مواقع التواصل الاجتماعي وأثارة جدل واسع والجه الإعلامي على شابي لصحب قناة الحوار التونسي سيم الفهري بمناسبة عيد الفتر المبارك قبل أيامات من إنتليق صراحه لكن وقبل ما نبدأه في التفاصيل وباش يوصلكم جديد معنا ما تنسوا اجدعمكم لينا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس تداولة العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفادوا أنه خلال عطلة عيد الفتر المبارك سيتم إتليق صراح سيم الفهري مقابل كفالة مالية قدرها 4 مليارات لخبر هذا أكدوا بعض المشاهير من أصدقاء سيم الفهري لكن في المقابل رفضوا كل من هيئة الدفاع عن سيم الفهري وكل أفراد عيلتوا نشر لخبر هذا والتومة تم تأكيده وبعد ما دار لخبر هذا انشر الأعلامي على شابي تدوينه على حسابه الرسمي في شكل رسالة لسيم الفهري بمناسبة عيد الفتر المبارك وجاء في نص الرسالة عيدك مبروك خويا وربي خلص وحلك اتفكرتك اليوم رسالة هذه عملت جدل كبير وبرشة وينسى على القولة الرسالة هذه وينواجهوا انتقادات كبيرة لعلى شابي وقالوا بعد ما اغضر بسيم الفهري ولتحقق بقناة التاسعة اليوم يحب يرجع لقناة الحوار التونسي وكل اللي كتبوا على سيم الفهري مالوا إلا تمهيد العوتوا لقناة الحوار التونسي واعتبروا أنه رسالته مصلحة شخصية ربي خلص وحله سيم الفهري وانشال خلال ايام القليل القادمة تسمى اخبار تفرح وتم اتليق صراحه